السلام عليكم ورحمة الله وحبا بكم معي قناة خديجة صنعي للقناة وقناتكم وقناتكم الأحبة اليوم فيديو جديد كيف تشوفوا معي تبريمة رائعة لتبيض الجسم قبل العيد من طبيعة الحالة للناس ليلة قبل العيدة تديروا هذه الوصفة هذه غذيتلاحظوا عليها النتيجة من أول استعمال خصوصا الناس اللي ما عندهم شؤال الحمام وللوقت دي الحمامة ديها في الدرى دي تعطيك النتيجة تبريمة خطيرة 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 كتخرج الوساخ كتبيض اللحم وكتشد البشرة وكتعطيك نتيجة من أول استعمال تبعوا معي الوصفة وطريقة التحضير والمقادير اللي غادي نحتاج لها كيف كتشوفوا معي هنا غادي نحتاج معلقة صغيرة دي الصابون المغربي او الصابون الملدي حامضة نص من العقة دي الحامضة وعنا هنا هنا بالنسبة للجسن الكامل غادي تاخدوا ربعات المعرق الى خمسات المعرق دي الحنة وعندي هنا يا ديكاطاج والغبرة ديالو او ماء الاكسجين والغبرة ديالو بالنسبة للبناس لخارج المغرب هاد الوصفة هادي غادي تعطيك نتيجة من أول استعمال وعندي هنا وحنا معلقة دي الخميرة ديال العجين الخميرة ديال العجين اللي لبنات تبعوا هذه البصفة هادي ايش هنقول لكم والله هتا رائعة 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 بزيف هادي تلاحظوا على الفرق كيف كنت لكم من الاول استعمال غادي تخرجوا وصخم متراكم كتبيض الجسم كتبيض الركب الاكوع ومناطق الحساسة وغادي توحد اللون الجسم بالنسبة للطريقة ديالت تحضير غادي نخلطوا هديك الخميرة ديال العجينة على ملعقة ديال الصابون البلدي بنسبة للبنات اللي ممكن توفروا جعل الصابون البلدي ديروا الصابون العادي فقط محكوك هي مبشور فقط صابون عادي مبشور مع هاد المقادر الاخرى هاد المقادر هادي راهم توفرين في كل بيت طريق قد يتوجدها الليلة قبل العيد قد يتلاحظ عليها واحد النتيجة واحد بيض وشد البشرة وتبيض احتل بالنسبة للشعر الوباري اللي كي يكون في الجسم كيتشقر كله كي باش يعطي واحد توحيد يعني كيذير واحد تشقير لهذاك الشعر وكي يعطي واحد للتوحيد واحد البيض رائع 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 واحد اللي معان ما نقولش لكم عليه بالنسبة الحامض كيف قلت لكم وغادي نحتاجوا فيه ملعقة صغيرة من الليمون الحامض وبانسبة للحناية اللي بنات كله واحدة على حسب الاحتياج ديالها ثلاثة المعالق اربعة خمسة تلع شرط معانقش حالما ما بغيتوا على حسب ان شو مول يعني وعينك ميزانك كنخلطوا هاد المقادر هادو جيدا كنحاولوا اننا نخدموا هاد الصابو البلدي مع الحناء كنحاولوا نمجزوا هال المكونات جيدا ولخماتوا هاد البصفة هادية راه ها تبقى طب واحدة شرط دقائق يقرأ غادي تكون بحيلة دارت فيه واحد الحاجة اللي هو عرب عرب بزيزة في الجسم ديالك مهم بالنسبة لهاد الخالط هادا كنخلطوه جيدا حتى بالنسبة لبنت اللي بغييني مشوا الحمام وجدوا اغضا ديالكم فقرة هذه البلاستيك وديوها للحمام بالنسبة للماء الاكسجين عادي نضيفه فيه مع القادر الماء الاكسجين مع ملعقة صغيرة من بودرة الاكسجين وغادي تلاحظوا واحد تفاعل غريب غريب جدا غادي اعطاكم واحد الكريمة غادي تنفخ وغادي بيض هاد هاد الحين هادو غادي تنفخ كيف كيتشوفوه في الفيديو وغادي يكون شكل كريمي هاد الماء الاكسجين والاغبرة ديالو هو لي كي يعطي داك الواب الشعر الواباري اللي في الجسم كيعطيه داك اللون الاشقار وكيتختافها في الجسم كامل هاد البصفة هادي البنات كد تصدح الجسم كله مع دا الوجه ديالو الجسم ديالو كله مع دا الوجه من طبيعة الحل صافي كدي تخلطوا هاد المكون جيدا تتهبط ديالو الرغوة اللي يكونها ماء الاكسجين وبنتبل ماء اكسجين كي شوي تشوفوا معي نقدر نديرو رقم ستة او رقم تسعة اللي متوفر عنكم البنات انا كنقول لكم انه متوفر بالنسبة للبنات اللي عندهم حساسية من الماء الاكسجين حيث كي ان البنات عندهم ماء الحساسية يدخلطوا معه معلقة معلقة ديال زيت الزيتون في هاد الوصفة هادي ومن طبيعة الحال ما غدي ما غديش تحسوا بتشي حاجة من بعد حيث كي ان البنات البشرة ديالو حساسة اولي البشرة جافة جدا وحساسة وبنسبة البشرة اللي عندها الاكزيمة ما تديرش هاد الوصفة هادي الحين نام شوية ديالصابون ديالضوف محكوك ما تستعملش حتى الصابون البلدي ما تستعملش يعني الصابون المغربي صافيك انطبخوا هاد الوصفة هادي على الجسم ديالنا كامل واحد خمسة دقيقة صافي كتشدي واحد الكيس مغربي كتشلي الوصفة كتشليها زيدا وكيكون دوش ديالك سخون كتشلي هاد الوصفة كتشليها زيدا وكيس المغربي وغاتحيدي ما شاء الله غادي تكشير غادي تحيدي رهما غاديش يتقى ذلك يعني بقايت حيدي سيطحوا لكي تدير هاد الوصفة هادي هاد الوصفة هادي انا يا بني وبينكم انا كنزيد عليها واحد الواحد المكوين اخر بالنسبة اللي متوفر عندكم اللي متوفرش بلا ما تديره هاد المكوين ناس هادو كافئين ووافئين ولكن انا يا ما بغيتش اللحم ديالي يكون بيض بلق انا بغيتو تكون واحد الحمورية بحالي لا اه ما شاء الله كتقول يا اها فيك الدم يعني فيها اعني احنا يراها فقر الدم المهم كون قولوا كون قولوا راه فيها الدم المهم بسطن البنت اللي عندهم فقر الدم بحالي اراها يستعملوا هاد الوصفة هادي بشبان شوية حمر هاد المكوين هادا كي قاعدين تشوفوه معايا في الفيديو كيف قلت لكم الى كان عندك الى ما كانش بلاش المهم بعدين تاخدوه اللي هو الدوى الحمر الدوى الحمر انا يا كنضيرو يا لبنات الرجلية كنديرو الجسم ديالي راه زوين 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 كما اللي بنات راه ما تخافوا منه بتشي حاجة اي جي شي واحد يقول لكم راه خيب منه مزيين ما تخافوا منه بتشي حاجة لو ييدات صغار منك يطهروا هادا اول واحة اي اول حاجة كدار ليهم هاد الرشاشة هادي خصصا درير عندهم الطياب كدار ليهم ف البلصة ديال الطياب ما كدجيت برا هاداك البلاصة تك يتكون واحد اللون انا اقول لكم كدار في البط كدار في البط ديال الزيادة يعني ما يمكنش شي حاجة كدار في البط وكدار في الدرير الصغار منذ الولادة تأثر علي علينا احنا الكبار لا يعقل ممكن ديرو خصصا كديرو احنا يا عام مرة شهر ولا شهرين لا يعقل ولا ابدا المهمة الخلطوات المقونات كديريهم على الجسم ديالك من بعد كيف قدت ناو واحد خمسة ديال دقائق كتشل لي بالماء يكون شوية سخون وكدوزي الكيس ديالك وغادي تلاحظين نتيجة رائعة وزوينة زوينة بزاف هاد الوصفة هادي من بين وصفة القديمة القديمة المجربة عند المغربية ثم كيخطوهم مش وكيعطوهم النتيجة من اول استعمال في كيديرهم في الحمام المغربي انا هاد الوصفة هادي كتطبق على الجسم كامل الركب الاكواع القدمين قد اتعطيكم واحد النتيجة اللي غادي يعني عدي هادي تفرحكم خصوصا مع التمارة ديال رمضان هادي تباني النتيجة من اول استعمال رهن بين الوصفة الرائعة عني ما كيخطونيش وكيف قدت لكم بنسبة ديكاب بجراء كي زعر شعر رقيق لكي يكون في الجسم وما كيبانش حيث بوكي دك الشعر هادك خصوصا لننسبة للسمراء واتتمنى الفيديو دياليوم الى الاعجاب ديالكم لا تنسوش كيف العدد الاشتراك في القناة شكرا لمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله